أولا نسأل الله أن يحفظ أبنى شعبنا السوداني وأن يغطي عليهم من الرصاص المجرمين الذين لا يخافون وازع من ضمير في قتل الروح الذي حرم الله قتلها غدا ستخرج شعبنا بسلمية لا تملي غير حناجر تهتف بشعارات إنهاء الإنقلاب تطالب ببناء دولة مدنية عبر استكمال مسيرة التحول الدمورات السلمة هذه هي مطالبهم لا يطلبون مسارعة سلطة لا يطلبون غير أن يكون هذا السودان آمنا مستغرا خطه البياني صعب بالأمام باتجاه التنمية والتطور غدا سيكون يوم كبير في حياة السودان لا نقول يوم حاسم ليس إحباطا لهمم السوار لكن سيكون يوما سنأتي إلى تفاصيله كما بيّنت هو الحرية والتغيير في الرسائل الموجهة إلى أربع جهاد سأذكرها لك لاحقا بإذن الله إن شاء الله إن شاء الله